وفق ما تمليه علينا المصلحة اليمنية وفق ما يمليه علينا قرارنا وديننا وعملاءاتنا نحن لا نتكبر على أحد ولا نتغطرس على أحد ولا نزعم بأننا نرضى لأحد بأن يكون ذليلا نحن أعزاء ونتمنى للجميع أن يكونوا أعزاء وأن يواجهنا بندية لا خضوع لهم ولا أخضعون لنا سنكون نحن وهم أنداد لنتحدث عن ما يهم مصلحتنا وما يهم مصلحة المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول التي تراعي مصالح الجمهورية اليمنية وتحافظ على أمنه واستقراره الملك سلمان المفترض أيضا بالإدارة السعودية بأكملها أن تتجه رحو السلام وأن تترك التلكع في اتخاذ خيار السلام نحن مع السلام لكن سلام الشجعان ولا يمكن على الإطلاق أن نخشاهم نحن واجهناهم ست سنوات ونحن في السنة السابعة مقبلون عليها لا نخافهم ولا نقلق منهم لكن إذا أرادوا السلام فنحن حاضرون للسلام لأن شعبنا يتوقي للسلام ولأننا لا نريد أن يستمر الحرب على بلدنا ونحن منذ الوهل الأولى طالبنا بأن يكون هناك حوار وأن لا يستبدل الحوار بالآله العسكرية وبالدمار لكنهم رفضوا ذلك وتعصبوا واعتقدوا أن القوة العسكرية هي من تستطيع أن توجد الحل نقول لهم كما قلنا قبل في 2015 القوة العسكرية لا يمكن أن تلقي أحد نحن جربت ضدنا القوة العسكرية من 2004 وإلى اليوم لم يستطيعوا يلغائنا ونحن نؤمن أننا نستطيع أن نلغي الآخر وبالتالي الاحترام المتبادل والعلاقة الندية بيننا وبينهم هذا هو المطلوب بالاتجاه نحو العمل السياسي الصحيح غيرها نحن لا نخشاهم وهم يعرفون أننا لا نخشاهم واستمرينا في المعركة ضوال هذه الفترة ومستعدون أن نتستمر أكثر شعبنا يحمل المعنويات يحمل العزيمة يحمل القوة يحمل السلاح أيضا ولديه قوة رجع ونحن بفضل الله تعالى عندما نتحدث عن هذا قد جربها العدو فأنه جريمه وهو إرهاب النسبة لنا نحن ننظر له بهذا المنظر بريطانيا نحن قلنا عندما صرح السفير البريطاني بأنهم شاركوا في الدعم من أجل فحوص كورونا من أجل فيروس كورونا قلنا لهم أن فيروسات السلاح البريطاني هو أشده أفتك باليمنيين الشعب اليمني اليوم يواجه أكبر أزمة والشعب اليمني عندما يقال بأنه يعني يواجه فهو يواجه بحرية وبعزيمة وبنضال حراره بالسلاح الغير متطور اليوم لدى الشعب اليمني سلاح متطور ويستطيع أن يرسم أهداف جديدة أي معتدة على بلدنا وهناك مصالح مشتركة بالنسبة للبريطانيين في المنطقة وبإصطاعة الجيش اليمني أن يصل إلى مناطق وإلى أهداف متعددة أنا لا أريد هنا أن يكون حواري هو عن التهديدات نريد أن يكون حوارنا عن السلام والحديث عن الخيارات المتاحة للسلام لأن السلام هو أهم شيء بالنسبة لشعبنا نحن لا نستخدم السلاح إلا للدفاع عن وطننا نستخدم السلاح للدفاع عن بلدنا عن جمهوريتنا عن استقلالنا واستقرارنا وبالتالي أي اعتداءات أي اعتداءات سواء بالقصة وعمل عسكري نحن لا يمكن أن نبقى مكتوب في الأيدي فلذلك على إدارة الرئيس بايدن أن يشعروا بأن الدفاع عن السعودية يابد أن يتوقف السعوديون والدول التحالف